موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الاخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين موسيقى رئيس الجمهورية يحث رئيس المحكمة العليا والمحام العام على تفعيل دور القضاء موسيقى تحرير مواقع جديدة من الانقلابيين في المخدر بمأرب والتصدي لمحاولتين تسلل في الجوف موسيقى قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بتعز تطهر عددا من المباني من الانقلابيين بمنطقة فعبات موسيقى مرحبا بكم ادى اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية عبد الربامنصر هادي اليوم كل من القاضي حمود عبد الحميد الهتار بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة العليا للجمهورية والقاضي جمال محمد عمر بمناسبة تعيينه المحام العام الاول وعقب ادائهم اليمين الدستورية حثى رئيس الجمهورية القاضي حمود الهتار والقاضي جمال عمر على بذل مزيد من العمل والجهود لتفعيل دور القضاء لتأدية رسالته ومهامه كعنصر هام وفاعل في استثباب الحياة وخلق الامن والاستقرار والطمأنينة التي يتطلع اليها ابناء الشعب اليمني واكد رئيس الجمهورية على ضرورة ان يكون القضاء سلطة مستقلة تكتسب مكانتها وهيبتها من العدل الذي تفرضه بنزاهة وكفاءة عناصرها كركيزة هامة لمقومات الدولة وتأسيس اركانها زار رئيس الجمهورية عبد الربا منصور هادي مسى امس اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصره الملكي لتأدية واجب العزاء في وفاة شقيقه الامير ترك بن عبد العزيز واعرب رئيس الجمهورية لاخيه خادم الحرمين الشريفين عن خالص الاسى والحزن بهذا المصاب الاليم مبتهلا الى الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يجنب المملكة قيادة وشعبا كلما كروه وان يسدد خطى قيادتها الى ما فيه الخير للمملكة وشعوب المنطقة والامة العربية والاسلامية من جانبه عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لرئيس عبد الرب منصر هادي وثمن المواقف الاخوية والانسانية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين التي تتعزز عراها يوما بعد يوم في اطار اللحمة والمصير المشترك التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الاحمر مساء امس في الخرطوم بالرئيس السوداني عمر حسن البشير وسلمه رسالة من الرئيس هادي وفي اللقاء تم بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها واعرب نائب رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره للاشقاء في جمهورية السودان ودورهم البارز في التحالف العربي المساند للشرعية وما قدموه من تضحيات كبيرة من اجل حماية امن واستقرار اليمن والاقليم واشاد بما قدمته السودان من تسهيلات مختلفة لليمنيين واساماتها في معالجة الجرحى من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اضافة الى ما قدموه من دعم عسكري ولوجستي واغاثي سيظل محل تقدير واحترام عند اليمنين من جانبه رحب الرئيس السوداني بزيارة نائب الرئيس وجدد التأكيد على موقف السودان الثابت في دعم الشرعية ورفض الانقلاب واشار الى حرص بلاده على تحقيق السلام والامن في اليمن وفقا لما اتفق عليه اليمنيون داخليا وبما لا يتناقض مع قرار المجلس الامن الدولي رقم 22-16 والقرارات ذات الصلة الى ذلك بحث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح مع نظيره السوداني الفريق ركن بكري حسن صالح علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ونوها الفريق الأحمر بالأدوار التاريخية للأشقاء في السودان ومراعاتهم للأوضاع التي تعيشها اليمن وانعكاس ذلك على قراراتهم تجاه اليمنيين المقيمين في السودان ومنها الدخول بدون تأشير والسماح لليمنيين بالعمل ومساواة الطالب اليمني بالطالب السوداني من جاربه أكد نائب الرئيس السوداني على موقف بلاده الداعم للشرعية والرافض للانقلاب وشيرا إلى استعداد بلاده تقديم مختلف الدعم لليمن واليمنيين ومسانداتهم في محنتهم التي يعيشون بها بفعل الانقلاب وفي السياق ذاته التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم بالعسكريين والضباط المبتعثين من بلادنا في الكليات العسكرية بجمهورية السودان الشقيقة وحث نائب رئيس الجمهورية المبتعثين العسكريين على بذل مزيد من الجهد للتحصيل العلمي والتأهيل العسكري بما يمكن من العمل بكفاءة عالية والإسهام في تحرير بقية مناطق اليمن التي ترزع تحت وطأة الانقلابيين وصل وزير الخارجي الأمريكي جون كيري اليوم إلى سلطانة عمان وفقا للخارجية الأمريكية فإن كيري سيلتقي في مسقط السلطان قابوس بن سعيد ووزير الخارجية يوسف بن علوي لبحث الأزمة اليمنية وجهد التوصل إلى تسوية سلمية للصدع ومن المقرر أن يتوجه كيري بعد ذلك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيلتقي ولي عهد أبو ضبي الشيخ محمد بن زايد ألنهيان لبحث التحديات التي تواجه المنطقة يأتي هذا في ظل موقف الجانب الحكومي الرافض لمضمون خارطة السلام الأممية الأخيرة التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ كونها تكافئ الانقلابيين وترحل الصراعات والحروب وتشجع الجماعات المتطرفة على القتل والإفلات من العقاب حرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودا بقوات التحالف العربي مواقع جديدة في منطقة المخدرة غرب محافظة مأرب بعد معارك عنيفة مع ميليشي الحوثي والمخلوع الانقلابية وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن الجيش الوطني حرر موقع الحمة السوداء وروس مدغل وصفراء والمحمل وبير الأحرج فيما لا تزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة إلى ذلك استشهد عضو شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح في مأرب الشيخ مرسل علي القبل نمران وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعا عن الوطن صباح اليوم في جبهة صرواح غرب مأرب إلى ذلك صدت قوات الجيش الوطني بجبهة حام شمال مديرية المتون بمحافظة الجوف هجوما فاشلا لميليشي الحوثي والمخلوع صباح اليوم يأتي هذا في ظل سلسلة هجمات تقوم بها الميليشي المتمردة في محاولتها المستميتة لتحقيق أي انتصار لرفع معنويات عناصرها المنهارة التي تكبدت العديد من الهزائم وقد شاركت مدفعية الجيش الوطني في صد الهجوم واستهداف مواقع الانقلابيين إلى ذلك استهدفت مقاتلة التحالف العربي طقما عسكريا للميليشي الانقلابية كما قتل اثنان وجريح آخرون من ميليشي الحوثي والمخلوع في جبهة العقبة شمال محافظة الجوف وذلك أثناء محاولة تسلل لمواقع الجيش الوطني لكنها منيت بالفشل الذريع بفعل يقظت الجيش الوطني فيما استهدفت مقاتلة التحالف أحد مدرعات الانقلابيين تتواصل منذ يوم أمس المعارك العنيفة في منطقة ثعبات في تعز بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وبين ميليشي الحوثي وعصابات المخلوع من جهة أخرى وحررت قوات الشرعية عددا من المباني والأحياء التي كانت تتمركز فيها ميليشي الحوثي والمخلوع الانقلابية وأكد رجال الجيش الوطني المسنودين بالمقاومة الشعبية أنهم كبدوا الانقلابيين خسائر فادحة في الأفراد والعتاد متعهدين بمواصلة معارك التحرير حتى استعادة الدولة اليمنية وإسقاط الانقلاب وبناء اليمن الاتحادي الجديد وفقا لمخرجات الحوار الوطني كما أكد رجال الجيش الوطني والمقاومة أنهم يتمتعون بمعنويات عالية وأن عزائمهم متقدة بالحماس والإيمان بعدالة القضية التي يقاتلون ويناضلون ويكافحون في سبيلها تعرض سوق عصيفرة والمناطق المحيطة به في المدخل الشمالي لمدينة تعز لدمار هائل جراء عدوان ميليش الحوث والمقلوع الانقلابية وبعد أن كان يكتض بالمتسوقين والمسافرين بات اليوم مزدحما بالركام ورائحة الموت محمد يوسف والتفاصيل نحن الآن في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز هذا المكان المشهور والمعروف لدى أبناء تعز بسوق عصيفرة كان يمتلئ بالمتسوقين والمسافرين على مدار الساعة خاصة وهو يقع في طريق أكثر من مديرية كانت الحياة هنا لا تتوقف أما الآن فكما تشاهدون منذ وصول الميليشيات تحول المكان إلى خراب ومكان لإشتباكات لا تتوقف على مدار الساعة وتحولت المحلات التجارية والأسواق إلى خراب والمنطقة بشكل عام إلى منطقة أشباح لا يسكنها إلا القليل القليل الذين لم يستطيعوا المغادرة هذا هو مدخل المدينة الشمالي الذي لا يبعد كثيرا عن شارع ستين شمال مدينة تعز يحاول الحوثيين التقدم من هذا المدخل وهم متواجدون خلف هذه العمائر القريبة مننا كما يعكس هذا المكان مقدار الخراب والدمار الذي تتعرض له هذه المدينة المحاصرة والصامدة ويعكس أيضا مقدار الخراب وعنف المعارك التي تدور على مستوى المحافظة محمد يوسف لقناة سهيل تعز نشد القائمون على مستشفى المضفر وسط مدينة تعز الجهات الرسمية والمنظمات الصحية والخيرية والإنسانية بسرعة التدخل العاجل وإنقاذ المستشفى من الإغلاق بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية جراء حصار ميليشي الحوثي والمخلوع وانقطاع النفقات التشغيلية المستشفى يتردد عليه يوميا بمعدل من 200 إلى 300 حالة إلى جانب المرضى الرقود في الأقسام المستشفى يعاني من نقص شديد في جانب المستلزمات الطبية المستشفى يعتمد اعتمادا كليا على كادر تعاقدي بنسبة 90% إلى جانب حالة المواطنين في هذه الأيام لا يقدرون سداد رسوم الخدمات علم بأن رسوم الخدمات المقدمة هي رسوم زهيدة جدا وعلى ضوء هذا كله نتوقع لقيادة محافظة تعيز بسرعة عمل الحلول نظرا لما يعانيه المستشفى من أزمة علما بأن المستشفى إذا لم يواقع دعم من أي جهات سوف يغلق خلال الأيام القادمة شنت ميليشي الحوثي والمخلوع قصفا مدفعيا وصاروخيا على منازل المدنيين في منطقة صرار الجشم بقيفة في مديرية والدربيع بمحافظة البيضاء وأكدت مصادر محلية أن الميليشي الإقلابية المتمركزة في جبال الثعالب والعليب وجميدة شنت قصفا مكثفا على منازل ومتلكات المدنيين في منطقة صرار الجشم بقيفة مديرية والدربيع ما أسفر عن إصابة طفل وتضرر عدد من المنازل جراء القصف وفي سياق متصل قالت مصادر محلية إن حملة عسكرية للميليشي الإقلابية مكونة من دبابتين وعدد من الأطقم تحاصر قرية حمد صرار بمديرية والدربيع لليوم الثاني ومنعت المزارعين من التوجه إلى مزارعهم وأجبرت أصحاب المحل التجارية على إغلاق محلهم التجارية وأكدت المصادر أن المسلح الميليشي المتمردة يطلقون الرصاص بشكل عشوائي على أي شيء يتحرك داخل القرية ويقصفون أماكن حراسة مزارع المواطنين في المنطقة قتل خمسة من عناصر ميليشي الحوثي وعصابات المخلوع في مواجهات مع المقاومة الشعبية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء مصادر ميدانية أكدت أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المقاومة والميليشي المتمردة عقب هجوم للمقاومة على نقطة الشازبي في مديرية ذي ناعم أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الميليشيا وإصابة ثلاثة من أفراد المقاومة الشعبية إلى ذلك أطلق ناشطون حقوقيون وإعلاميون حملة حقوقية وإعلامية حول الجرائم المروعة التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية في قرية خبزة بقيفة رداء بمحافظة البيضاء في الذكرى الثانية لجرائم ميليشيا الحوث والمخلوع بالقرية ورصد الناشطون الجرائم والانتهاكات التي مارستها الميليشيا بحق القرية وأهلها داعين الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني للتفاعل مع الحملة كي يطلع العالم على حجم تلك الجرائم والانتهاكات التي تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وأطلق الناشطون هاشتاغ للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان خبزة عمان من الانتهاكات قتل وجرح ما لا يقل عن ثمانية من عناصر ميليشيا الحوث مساء أمس الأحد في كمين نصبه مقاتل المقاومة الشعبية أسفل نقيل سمارة بمديرية المخادر بمحافظة إب ويأتي هذا الهجوم بحسب مصادر في المقاومة في سياق تغيير آلية مواجهة الميليشيا الانقلابية من قبل المقاومة الشعبية وفي جبهة حمك الحدودية بين محافظتي إب والضالع زادت حدة المواجهة مساء أمس بين الجيش الوطني المسلود بمقاتل المقاومة الشعبية وبين ميليشيا الحوث التي وصلت تعزيزات من جهة أخرى وتعزيزات لها من جهة أخرى وأكدت مصادر محلية بإب أن ميليشيا الحوثي والمخلوع استهدفت منطقة حمك بقذائف الكاتيوشا من مواقع تمركزها في جبل السور بالشعر ونقيل الخشبة ومنطقة العذار ببعدان وقالت المصادر أن المقاومة الشعبية ردت مستهدفة مواقع الميليشيا الانقلابية ومصادر النيران قال شهود عيان لمراسل قناة السهيل الفضائية إن مقاتلة التحالف العربي شنت تسع غارات استهدفت شرق وجنوب مدينة الحديدة باتجاه المطار وبالقرب من كلية الطب وبيت المخلوع ومنزل علي محسن ومنطقة الدوار وكاتبة الدفاع الجوي وكانت مقاتلة التحالف قصفت في وقت سابق مواقع للميليشيا الانقلابية في مديرية الخوخة الساحية جنوب مدينة الحديدة كما قصفت معسكر البحرية في رأس عيسى شمال غرب مدينة الحديدة وقد شهدت سيارات وأطقم الحوثيين وهي تنقل جثث القتلى والجرحى من داخل المعسكر شن أبطال المقاومة الشعبية في إقليم تهام سلسلة هجمات أمس الأحد على عناصر وسيارات تابعة للميليشيا في مدينة الحديدة وقالت مصادر المقاومة إن أبطالها استهدفوا بسلاح الكلاشينكوف سيارة هايلوكس كانت تقل ثلاثة من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع في شارع الأربعين وأسفر الهجوم عن مصرع اثنين وإصابة الثالث إصابة بالغة كما استهدف أحد أبطال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة بسلاح شخصي أحد عناصر ميليشيا الحوثي في إحدى نقاط التفتيش في شارع جيزان جوار مكتب الأراضي بمدينة الحديدة وأسفر الهجوم عن مصرعه وفي هجوم ثالث استهدف أبطال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة أحد عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع بينما كان يقود طقما يقف في شارع جيزان بالقرب من فندق المنيف وأنباعا إصابته إصابة بالغة ويأتي تصعيد المقاومة للهجمات ردا على انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع بحق أبناء اتهامة التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لواء الركن حسين عرب اليوم في عدن مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية في الشرق الأوسط وآسيا رشيد خليكوف وقال الوزير عرب إن هذا اللقاء يأتي من أجل التحضيرات الأولية لمؤتمر الحشد والدعم للاستجابة الإنسانية في اليمن المزمع عقاده في فبراير القادم مؤكدا أن الحكومة تستشعر مسؤوليتها تجاه كافة أبناء الشعب اليمني وشدد اللواء الركن عرب على أهمية نقل كافة المكاتب الرئيسية للمنظمات إلى عدن كونها العاصمة المؤقتة لليمن وتتواجد فيها الحكومة الشرعية كما أنها تنعم بالأمن والاستقرار موضحا أن المنظمات لا يمكن أن تعمل بحيادية في صنعاء وهي واقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية التي تقوم بنهب وبطش المساعدات الإنسانية ودعا الوزير عرب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية إلى زيارة المحافظات المحررة والجلوس مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والاطلاع على الوضع عنكتب بعيدا عن تلك التقارير التي ترفع من صنعاء عن المحافظات المحررة وتقدم صورة مغلوطة عن الواقع قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن الوضع الإنساني في اليمن كارثيا بسبب انقلاب ميليشي الحوث والمخلوع جاء ذلك في لقاء في لقاء جمع فتح في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وأسيا رشيد خاليكوف ومساعده الخاص رفيق الورشفاني وأوضح فتح خلال لقائه مع ممثل الأحمر الإماراتي إن ثلاثة وثمانين بالمئة من المواطنين بحاجة ماسة إلى رعاية في مجالات الغذاء والإيواء والمياه النقية والصرف الصحي والأدوية وقطاع التعليم وأشار فتح إلى أن اللجنة العليا للإغاثة بدأت مع شركائها من المنظمات تنفيذ أنشطتها في برنامج التعافي الاقتصادي إلى جانب الإغاثة العاجلة وجرى خلال اللقاء استعراض أنشطة الهلال الأحمر الإماراتي في عموم المحافظات المحررة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها الصحة والمياه والكارباء وصندوق النظافة والتحسين بالإضافة إلى قطاع التعليم يشهد مطار سيئون زيادة في أعداد المسافرين الذين يصلون أو يغادرون منه بعد توقف جميع مطارات البلاد بسبب عضوان ميليشي الحوث والمخلوع الإنقلابية وتبذل طواقم المطار جهودا كبيرة في تسهيل حركة الملاحة الجوية وتأمين المسافرين رغم شحة الإمكانيات مرسلنا فهب برمادة والتفاصيل يعد مطار سيئون الدول هو المطار الوحيد لحركة الملاحة الجوية في الوقت الحالي الذي يربط بلادنا مع دول العالم المختلفة حيث استمر بتفويج المسافرين واستقبالهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا سباب تشغيل المطار واستمار الرحلات طوال الفترة الماضية هو بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم نأي المطار عن بؤر الصراع والأزمال الدائرة حاليا بالإضافة إلى كفاءة الكادر الموجود الذي حافظ على الأجهزة الفنية على المستوى الذي يهلونه باستقبال الرحلات الجوية في العام الحالي شهد مطار سيئون نقلة نوعية في حركة الملاحة الجوية مقارنة بغيره من الأعوام السابقة حيث يتم تسيير رحلات متعددة خلال الأسبوع إلى عواصم بعض الدول العربية والإفريقية المطار شهد حركة جوية متزايدة من بداية 2016 تشير الإحصائيات أنه في شهر أكتوبر الماضي بلق عدد الرحلات الدولية حوالي 25 رحلة دولية وكانوا المسافرين أكثر من 3000 مسافر والمطار يطمح لزيادة عدد الرحلات وعندنا الحمد لله استعداد من ناحية الكادر الوظيفي والتجهيزات الفنية رغم شحة الإمكانيات وصعوب التوفر للاعتمادات المالية للظرف الاستثنائي الذي نعيشه قوات حماية المطار المكونة من الوحدات العسكرية والأمنية تبدل جهدا في الحفاظ على أمن وسلامة المسافرين وتأمين حرقة الطيران لضمان استمرارية الرحلات الجوية من وإلى مطار سيئون مهام الشرطة الجوية هي حماية وتأمين المطار بشكل كامل وتأمين الصالات وتأمين الرحلات الدولية والمحلية وطبعا جنودنا منتشرين في كل الثكنات ومنتشرين من أجل حماية وتأمين الرحلات ومن أجل حماية وتأمين المواطنين وعندنا خطط طوارئ وخطط في حال حدث أي طارئ نقوم كيف بإخلاء المسافرين واخلاء الركاب وهذا من واجباتنا التي نقوم بها يحتوي مطار سيئون الدولي على صالات كبيرة ذات مواصفات دولية والتي تستقبل أكثر من 800 ألف مسافر سنويا كما توجد بها مكاتب لشركات الطيران الدولية والمحلية والتي بدورها ستساهم في تقديم الخدمات للمغادرين والواصلين إلى مطار سيئون فهم بارماده قناة سهيل مدينة سيئون أقدمت ميليش الحوثي على اختطاف الزميل الصحفي يوسف عجلان من أمام منزله في العاصمة صنعاف الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي ورغم أن الزميل يوسف عجلان المحرر السابق في موقع المصدر أولاين الإخباري قد أوقف عمله عقب اقتحام الحوثيين لمكتب الموقع في مارس عام 2015 وتوقف تماما عن ممارسة العمل الصحفي عندما رأى أن البيئة باتت غير مناسبة للاستمرار إلا أن ذلك لم يشفع له عند الميليشيا الانقلابية التي باتت تتوجس من كل مواطن يمني يعيش في مناطق سيطرتها ولا يدين لها بالولاء الكامل وتتعمد ميليشيا الحوثي المسلحة التي تسيطر على العاصمة صنعا وبعض محافظة الجمهورية التلويح بتهمة الإرهاب لكل من تختطفهم حتى ترعب من يتحرك لمحاولة الإفراج عنهم وعلمت هيئة تحرير المؤسسة المصدر أنه تم نقل الزميل يوسف عجلان من السجن التابع لإدارة البحث الجنائي في العاصمة صنعاء الذي تم احتجازه فيه بعد اختطافه إلى سجن يتبع منطقة الثورة في نقم وتطالب هيئة تحرير المصدر الانقلابيين في صنعاء الإفراج الفوري عن الزميل عجلان وتحملهم كامل المسؤولية عن سلامته كما تجدد مطالبتها بالإفراج عن الزميل توفيق المنصورية المخرج الصحفي في مؤسسة المصدر للإعلام المحتجز لدى ميليشيين كلاب مع 14 من الصحفيين منذ حوالي عام ونصف كما تطالب النقابات والمنظمات المعنية بحرية الصحافة والحرية العامة إلى التضامن مع الزميل يوسف عجلان وكافة الزملاء الصحفيين المختطفين والمغيبين في سجون الانقلابيين في صنعاء والضغط من أجل الإفراج عنهم وتدعو المنظمات الدولية والهيئات وفي مقدمة الأمم المتحدة لبذل جهودها من أجل الإفراج عن الصحفيين كما نجحت الضغوطات الدولية في الإفراج عن عدد من المواطنين الأمريكيين الذين كانت تحتجزهم ميليش الحوثي والمخلوع في صنعاء أدانت رابطة أمهات المختطفين منع ميليش الحوثي والمخلوع أمهات أهالي المختطفين من إدخال ملابس الشتاء لذويهم في عدد من السجون في أمنة العاصمة صنعاء وقالت إن منع الحوثيين إدخال ملابس الشتاء من أصواف وجوارب وملابس داخلية وغيرها تقل مختطفين شدة البرد القارس ما هي إلا حلقة في سلسلة الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها الحوثيون ضد المختطفين في سجونهم وهي دلالة واضحة لما وصل إليهم عدام الإنسانية وعدم الاكتراث بصحة وحياة المختطفين ما عرضهم للإصابة بالتهابات تنفسية وآلام في المفاصل والأمراض المزمنة وأفادت زوجة أحد المختطفين أن مشرف السجن قال حين سألته عن سبب منع دخول الأصواف أنه في حال قصف السجن لا يمكن للمختطفين الهرب والتخفي ويمكن التعرف عليهم بشكل أسرع فيما أكدت والدة أحد المختطفين أن الحوثيين منعوا إدخال أدوية ابنها وهو في حالة صحية حرجة مع برودة الطقس الشديد وحملت أمهات المختطفين في بيار لهمريش الحوثي وعصابات المخلوع المسلحة ما قد يصيب المختطفين جراء البرد الشديد إضافة لمنعهم من أشعة الشمس الأمر الذي قد يعرض حياتهم للخطر وتدعو رابطة أمهات المختطفين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية تجاه ملف المختطفين الذي طال أمد كما تناشد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة عاجلة لهذه السجون والسماح بدخول ملابس الشتاء المختطفين دون قيد أو شرط فحياة المختطفين في خطر يشكو طلاب كلية النفط والمعادن بمدينة عتق محافظة شبوى من استمرار توقف العملية التعليمية بكليتهم وذلك على مدى سبعة أيام على التوالي بسبب الصراعات القائمة بين نقابة هيئة التدريس وعمدة الكلية المعينة حديثا ما دفع الطلاب إلى تنظيم وقفة احتجاجية وسط حرم الكلية تنديدا بتعطيل العملية التعليمية والزج بالطلاب في أتون هذه الصراعات نتابع هكذا بدأت سورة في كلية النفط والمعادن بمحافظة شبوى مدينة عتق قضب يعتر هؤلاء الطلاب الذين أوصلت أمامهم أبواب كلية النفط والمعادن ولسبعة أيام على التوالي فخرج هؤلاء في وقفة احتجاجية على الإذراب الذي حصل من قبل الهيئة التدريسية بالكلية والذين تجعله تعطيل للعملية التعليمية بأكملها ومس مساسا مباشر بالمستقبل المشرق الذي يرنون إليه الطلاب دعين عميد الكلية في الإسراع لإيجاد الحلول المناسبة لاستمرار العملية التعليمية بكل سلاسة ندعو عميد الكلية إلى البحث عن طريقة مناسبة لتحقيق الاستمرار في الكلية التعليمية داخل الكلية ندعو نقابة الكلية المشكلة إلى عدم إدخال الطلاب ودراستهم في الصراع الحاصل معمات الكلية وجامعة عدن وعدم استخدام الطلاب ودراستهم كورقة الضغط كما ندعوهم للتصرف الصحيح والأكاديم الذي عهدناه منهم سابقا والجلوس مع العمادة والخروج بحلول مناسبة ومرضية للجميع نقابة هيئة التدريس بكلية النفط والمعادن تقول أنها ستواصل إضرابها وذلك احتجاجا على قرار رئيس جامعة عدن بالتعينات الجديدة التي قضت بتعيين عميدا جديدا للكلية معتبرين أن التخصصه ليس له ارتباطا بكلية النفط والمعادن وليس لديه خبرة كافية لإدارة الكلية حد وصفهم نرجو أن تكون العمادة ذو خصات نوعية مرتبطة بالكلية وماهلة وكفوة للجانب العملي والإدارة وذو تجارب سابقة وسنكون معها من أول يوم في الدوام أعلننا ضراب شامل كان مزمن والآن أصبح ضراب مفتوح ضراب لا رجعت فيه حتى يتم عادة نظر في قار تأيير عنيد كلية النفط المعادن أما عميد الكلية فيعتبر أن هذه المشاكل والعراق لا ما هي إلا مسألة وقت وتختفي مؤكدا المضي لإيجاد الحلول السليمة والعجلة وانتشال الكلية من وحال معاناتها بدءا من عبث ميليشيا الحوثي والمخلوع لها وانتهاءا بإضراب هيئة التدريس بالكلية نحن أتينا إلى الكلية بغرض انتشالها من هذا الوضع ونطمن أبنائنا الطلاب وأخواننا بأننا إلى جانبهم وهجفنا التحصيل العلمي ونحب أن نوجه لهم رسالة أن إذا وجدت هناك خلافات بسيطة لسوء فهم سنتجاوزها كأكاديميين عبر رأسة الجامعة عبر الجهة المختصة وما بين توعر هيئة التدريس باستمرار الإضراب ووعر عمادة الكلية بتلافي المعوقات التي تعرقل سير العملية التعليمية يمضي الوقت سريعا والضحيتهم والطلاب لكنهم وقفوا اليوم هنا مشددين على عزل العملية التعليمية عن هذا الصراع القائم والمتأزم بين هيئة التدريس من جهة وعمادة الكلية من الجهة الأخرى مناشدين الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بالمحافظة وجامعة عدن أن ينظروا بعين الاعتبار إلى هذه الكلية التي تعاني من الصراعات الدائمة حسن البوريكي لكانت سهيل من محافظة شبوة دشن جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوة اليوم برنامج التوعية المدرسية والمجتمعية عن أهمية النظافة العامة بمدينة عتق وخلال تدشين الحملة بثانوية حنشيان بالمدينة أشار مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة حسين الحميد ومدير عام مديرية عتق علي عامر إلى أهمية حملة التوعية وضرورة استفادة الطلاب منها وأكد دور النظافة الشخصية والعامة في تحسين البيئة المدرسية والأسرية والمجتمعية من جانبه أوضح الأمير العام للجمعية محمد عوض ضحيلة بأن الحملة ستستمر لمدة أسبوع وتستهدف طلاب المدارس العامة والكليات بمدينة عتق وكافة الأحياء والمساجد بالمدينة نظم مركز مرضى السرطان في عمد احتفالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري الذي يصادف الرابع عشر من نوفمبر من كل عام وألقى الدكتور عبد الله المطري كلمة قال فيها إن العالم يحتفل بهذا اليوم لتزامنه مع ذكرى ميلاد العالم فيدريريك ببانتينيك الذي اكتشف علاج الأنسولين المقاوم لمرض السكري وقد نفذ المركز العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية بمرض السكر وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه وكيفية العلاج كما أجريت الفحوصات كما أجريت فحوصات مجانية لعدد من الزوار أقامت منظمة شاهد للحقوق والتنمية دورة تدريبية حول آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان للرصدين المحليين بمحافظة مأرب الدورة التي يرعاها محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة شارك فيها ثلاثون متدربا ومتدربا من جميع مديريات المحافظة وتلقوا فيها مهارات ومعارف حقوقية حول آليات الرصد والتوثيق للانتهاكات التي تعرضت لها محافظة مأرب في الفترة الماضية ورصد أي انتهاكات قد تحدث وتعد هذه الدورة هي الثانية التي أقامتها منظمة شاهد للتأهيل حول آليات الرصد والتوثيق للجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان حيث أقامت المنظمة دورة سابقة لعدد أربعين مشاركا من ثلاثة عشر تأتي هذه الدورة استكمالا لرصد بقية الأضرار التي تعرضت لها محافظة مأرب ورصد كل ما يتعلق بحقوق الإنسان سواء في الفترة السابقة أو التي نحن فيها أو الفترة القادمة لوحظة أن هناك تفاعلا كبيرا من هؤلاء المتدربين وبما يعكس اهتمام هذه المحافظة وأبنائها بحقوق الإنسان وتصدي الانتهاكات التي تمارس بحق أبناء هذه المحافظة أو الساكنين فيها نأمل بأن تنعكس الدورة إيجابا في الميدان من خلال أداء هؤلاء الرصد دشن مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب اليوم الاثنين دشن الموسم الرياضي للعام 2016-2017 وفي حفل التدشين تم توزيع المستلزمات الرياضية للأندية والاتحادات الرياضية في المحافظة وأقيم الحفل برعاية معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة وعودة إلى عنوينها رئيس الجمهورية يحث رئيس المحكمة العليا والمحام العام على تفعيل دور القضاء تحرير مواقع جديدة من الانقلابيين في المقدرة بمأرب والتصدي لمحاولتين تسلل في الجوف قوات الجيش الوطني والمقاومة بتعز تطهر عددا من المباني من الانقلابيين بمنطقة ثعبات للمزيد يمكنكم متابعة صفحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة